واصلت أجهزة وزارة الداخلية الجهود لضفط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعي والداجيني والجرائم التي تضر بالبيئة حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها للجرائم التي تضر بالبيئة والثروة الحيوانية والزراعية والداجينة وكذا ما يضر بصحة الإنسان في هذا الإطار كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من حملاتها وتمكنت وبنطاق محافظة المنوفية من ضبط مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بداخل خط إنتاج لتصنيع المواد الخام من مخلفات الدواجن وخمسون طن مواد خام من بروتين الأعلاف وتمكنت من ضبط شركة بدون ترخيص للصناعات الغذائية بمضبوطات خمسة أطنان زورة صفراء وأكثر من طنين مكسبات طعم ومواد غذائية كما تم ضبط شركة بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلها قرابة ستة وأربعين ألف عبوة مواد غذائية بالمنوفية ونجحت في ضبط 98 طن مواد خام للغراء بمصنع بدون ترخيص للغراء وتمكنت الإدارة من ضبط أربعة محلات ومخزن للأسمدة الزراعية وتجارة الأعلاف بدون ترخيص بمضبوطات أكثر من سلاسة أطنان أعلاف حيوانية وقرابة ثمانية عشر طن ونحو ألفين وخمسمائة عبوة أسمدة زراعية بدون ترخيص كما نجحت في ضبط مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخله أكثر من أربعة أطنان مخللات وملح طعام بنطاق محافظة المنوفية وبنطاق مدريتي أمن القليوبية والمنوفية كثفت الإدارة من حملاتها وتمكنت من ضبط أربعة مصانع وسلاسة محلات وشركة ومخزنين للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمضبوطات 79 طن ونصف أعلاف بدون ترخيص كما نجحت في ضبط قرابة 11 طن وخمسة ألاف عبوة مواد الغذائية داخل مخزن ومؤسسة بدون ترخيص لتجارة المواد الغذائية بنمنوفية وأصفر الجهود الإدارة في مجال التصدي للتعديات على نهر النيل والمجار المائية عن ضبط 524 قضية التعدي بنطاق مدريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقينة والشرقية والأكسر وبنطاق مدريتي أمن بني سويف والقليوبية تمكنت الإدارة وفي مجال الثروة الزراعية من ضبط أربع قضايا بمضبوطات 18 طن أعلاف و41 طن وأكسر من 9 ألاف عبوة أسمدة ومبيدات زراعية بدون ترخيص وفي مجال حماية البيئة تم ضبط سلاس قضايا بمضبوطات بلغت 62 طن مواد جذائية بدون ترخيص بنطاق مدريتي أمن بني سويف والقليوبية وبنطاق محافظة بني سويف تمكنت من ضبط 6 قضايا متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية وتتواصل جهود الإدارة للتصدي لكافة المخالفات التي تقع بنطاق اختصاصها اشتركوا في القناة